بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولتخذ معينا حين برأن سماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كالتيل ألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متصقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يومين أوله فزاع وأوسطه جزاع وآخره وجاع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل وعد وعدته ولكل عهد عاهدته ثم لم أفيلك به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمت من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميلة أو هوا أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كانا أو شاهدا وحيا كانا أو ميتا فقصرات يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحل لي منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفراء ولا تضرك الموهباء يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين من كثنتين سعادتان في أوله بطاعتك ونعمتان في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الظنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين